أظن أن القرار كما قلت أنت غير مفاجئ وكان منتظر في الألجيريان المشكلة في هذا القرار أولاً الكاف ما بررتش لم تبرر لا ديسيزون تحام أعطتناش أولاً السند القانوني لماذا اتخذت هذا القرار وهنا نفهم بلاك لقاف ما لقاتش السند القانوني باش تديه القرار ولكن قدرته تعسفين هذه أمور أصبحت مفضوحة مفضوحة ولكن كان وفي البقيات الأولى التي وعدت الفيدرالية الجزائرية ولكن الأمر أصبحت الآن مفضوح النظام الفاسد في الكاف يعني الكاف أصبحت أطاش نعم أطاش ونات أطاش مع بعض الأشخاص الذين يسيرون رئيس الكونفيدرالي الفريقية كما يهون وداروا ليحبوه هذا كل شيء كان بمبرمج باش اتحاد العاصمة اللي كان بلاك خصم كان قادر يروح بعيد يحافظ على اللقب يحافظ على اللقب بتاعه حبسه حبسه ونت تعرف الفاسد في الكاف الحق النبو وليسيستم انهي ميه ان بلاس باش بعض الأطراف تستفيد تهدي الناس تلقاهم في الكوميسون داربيطراج يمشوا معهم تلقاهم في الكوميسون ديسيبلين اللي من الوضوح بللي حت تعطينا قرارات وحد دخرة ضد اتحاد العاصمة وربما ضد المنتخب الوطني أيضا لأنه الهدف ربما لا أدون ولكن بسيطة للمنتخب الوطني بسيطة للمنتخب الانتر كلاب حتقى على نفو دي كلاب لا نقول كذي بداية بلك رمعولين بلك على ورقة الطريق من أجل بلك ألانتين بلك أموينتين مدى المتوسط سيبول ساكي لازم نكونوا فيجيلون ولكن هاد القرارات احنا بونو سيتو طافي نورمال الآن البرتي الجزائر حطت لاروكات تحفف طاسة على لوزان دوسي لاروكات تحطت حسب المصدر تعنا اليوم الثلاثاء يوم الثلاثاء على ثانية زوالا الآن سناولا نسناول طاسي عايتوا لاروكات الجنانية باش يعطولها طاس تم اتخاذ الإجراءات عايتوا باش يسمعوا الطرف الجزائرين باش يسمعوا الطرف الجزائري ويسمعوا الله كاف اش أسper كي سننصف الجزائرين بسكو هذا داروه مرميش كيفاش يقولوا بالعربية داروه استعجالي استعجالي باش يكون هناك قرار استعجالي وإن شاء الله سينصف الجزائر والقوانين أنا أظن أنا واضحة قدرنا عليها طيلة الأسبوع هناك قرار هناك قوانين تمنع وجود خرائط على المايو الناس ما حبشت نعم كان هذا البيان اللي قبل هذا البيان نعم هذا سيلة نعم اللي رفضوا فيه الطعن معد مرودي يعني الأمور كانت مبينة في تلت أشخاص بدون أي سنة قانوني لا هذا البيان ما فيش ويفقل المادة الفلانية الفقرة أولى الفقرة الثانية تلت تلت عباد هنا فيس بريزيدون ممبر وممبر يعني واحد من طوغو واحد من الريبوبليك الديموكراتيكو دي كونغو الكونغو الديموكراتيكو واحد من الكافل الرأس الأخضر قرروا بأنه لابل تعال الجزائر كانت رجوتي وعليهم أن يدخلوا بالخارطة الوهمية والديسيزون دي كوميسيون انتر كلوب تعالي 20 أفريل يكون فيرمي لتقول باللياز بالدخول بالقميس أو بالخارطة الوهمية يظهر بأنه الكافة الآن أصبحت كما نقوله بالعامية خرجت للعيب الأمور أصبحت مفضوحة بما أنه قوانين الفيفا واضحة وضوح الشمس عندما نرى القوانين لو يعطينا عادة القوانين كنا أظهرناها يوم السبت في الحصة الخاصة ويوم الاثنين في 100% فوت القوانين التي تظهر بما لا يدع مجال من الشكل للوقات تعاليز تظهر بوضوح هذا الأمر تقول لك سلوغون إيماج الإيماج الإيماج يجب أن نعطي أي شعار وإنسكريبش أو إيماج على كاركتر بوليتيك يعني أي حاجة عندها علاقة بالسياسة ريليجية بالدين أو لعب أمور شخصية يجب أن نعطي على كاركتر بوليتيك ريليجي ويجب ويجب أو بوليتيك ويجب 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 يجب يعني من المفروض أنه الفريق المنافس هو الذي يعاقب في مثل هذه الأمور لأنه وضع خريطة تصور أنه الجزائر مثلا من الأنفة صعيدة وهذا ما نتمنى على كل حال من الأنفة صعيدة نحن ندير خريطة خريطة إفريقيا كاملة ونظهر شمال إفريقيا بلدان المغرب العربي تونس الجزائر المغرب الصحراء الغربية ليبيا وموريطانيا مثلا يقولوا كل أقمصة على الجزائر أيضا نحن منحقنا أنه ندير خرائط ويقول لك هذه غير مقبولة نقول له لا بما أنك قبلك الطرف هذا يجب أن تقبل لهذا الطرف أرضوان أصبح واضح وضوح الشمس أنه الكاف في هذه القضية تحاول التمويه تحاول التلعاب تحاول إخفاء الحقائق لأنه من خلال القرار لجنة تنظيم المنافسات على مستوى الاتحاد الإفريقي حاولت أن تضع الأمور في شقها الرياضي بأن الفريق انهزم على البيصات الاتحاد العاصمة لأنه هو من يتحمل المسؤولية ليست كذلك لأنه الأمر لديه بعد سياسي لما اليوم إتحاد العاصمة والإتحاد الجزائري لكرة القدم في هذه القضية الكونتست كوا وشرا نحن نتكلم نطالب على الخريطة لا يجب أن تكون في القميص المنافس المغيبي مهما كانت الخريطة واليوم إذا رحنا على الطاس رحنا على الطاس لأن القوانين لم تحترم الكاف خرقت قانونها الأساسي لأنه اليوم المادة خمسة من القانون الأساسي للكاف وشي يقول يا رضوان على كل عضو ينخلط في الاتحاد الإفريقي أن يحترم قوانين اللي هو مشرع قوانين كورة القدم ومشرع قوانين كورة القدم اللي تأخذ منه الكاف وتأخذ منه لفيفا وشي يقول لك يقول لك القمصان ما لازمش تكون فيها شعارات ذات بعد سياسي إذن اليوم إذا رحنا نحن للطاس وإذا رحنا ضد الاتحاد الإفريقي لأنه لم يحترم هو بذاته لقوانين الانترناسيونار بورد والكاف يحاول كما قلت التمويه رضوان وركني يقال بأن الكاف وجد نفسه حسب بعض المعلومات الشخصية صراحة بعض زملاء رجال إعلام من مختلف البلدان من ستيش الجنسيات حتى من آسيا يقولوا وصلت القضية وصلت حتى للجانب الدولي يعني عرب على كل حل وسائل إعلام ورجال إعلام عرب يقولوا بأن الكاف وجدت نفسها الآن في ورطة حتى من أجل معاقبة انتحاد العاصمة وجدوا صعوبة أمس 3-0 يقول لك لمدة ثلث سنوات نطبقنا عليهم القانون وكذا أرى هم لقوا رحهم حصلوا لأنه يقول لك يروحوا للطاس الطاس تعترف إلا بما تمليه القوانين يلاك تسرد فيهم على مستوى الفيفا وبالتالي يقدر تقدر الطاس تعاكس القانون أو القرارات على الكاف وهنا الكاف ستتلقى صفعة موجعة صفعة موجعة وتكلم سامير رضوان على نقطة مهمة قال لا يوجد ساند قانوني وعندما بحثتها وشفت كذلك في ريغلومون على الكاف لا يوجد ساند قانوني فقط في مادة وحدة لأنها لازم تكون العقوبة على نهضة بركان وما حدث الاتحاد العاصمة كان يجب أن يحدث لنهضة بركان وليس للاتحاد لأن المادة 11 من ريغلومون لا كاف في البند 16 ماذا يقول لك يا رضوان يقول لك أنه لما تكون قوة قاهرة لفورس ماجور يحدث الذي حدث وتكون هذه القرارات من قبل الاتحاد الإفريقي ولكن اليوم الاتحاد الإفريقي قدر أنه الاتحاد العاصمة لم يحضر المباراة وهذا خطأ وهذا الفريق دخل وكذلك فيه تواطئ من كوميسار وماتش فيه تواطئ من لجنة تنظيم المنافسات لأنه كيف هو في الاجتماع التقني يدون أنه الفريق قدم القميس تاعه ودون أنه القميس سيكون حاضر لأنه لما طلبوا القميس القميسان حجزت في المطار ولكن في الاجتماع التقني لإتحاد الجزائر وإتحاد العاصمة قال أنه القميس تاع المنافس سيكون حاضر وبكل شعارات بكل وكل كان على ما يرام كيف يوم المباراة في غرف حفظ الملابس ما يدخلوش إلى أرضية الميدان ويقولوا أنه القميسان لم تكن حاضرة ولهذا اليوم نهضة بركان والاتحاد الإفريقي ولجنة تنظيم المنافسات الغاية تاحها كانت غاية سياسية والبعد تاحها كان بوعد سياسي وليس بوعد رياضي لأنه في هذه الحالة كانوا بإمكانهم يكونتست هذا القرار ويقدروا يدخلوا ويلعبوا المباراة وبعدها يتحدثوا على القميس لم يكن حاضر لأنه إنقاذ المباراة لم تكن أولوية وأهمية لنهضة بركان وللاتحاد الإفريقي ولنهضة بركان ولكل القائمين على الشأن في ذلك ولكن الغاية تاحهم كانت ذات بوعد سياسي واضح علي بن شيخ الأمور تعقدت أكتر الآن فريق اتحاد العاصمة سيسافر غدا لكنه من المؤكد أنه اللقاء سوف لن يلعب لأنه الفريق المنافس بهذا الدعم تعالكاف سيدخل بالخريطة الوهمية وفريق اتحاد العاصمة سيواصل مثل ما اتفق كل جزائرية على أنها مس بسيادة الوطنية دخول بخريطة وهمية تمس أحد المستعمرات هل تعتقد أنه الأمور أو الكاف قد تتراجع نوعا ما أو أن الآن الحل بيد الطاص في لوزان هي اللي ممكن تطبق القانون وفق القوانين اللي كلنا شاهدوا فيها أنا بس قولك الله الكاف التراجع ما التراجعش تعالوش تراجع لأن الفاف الكاف برضو الكاف تمشي على حساب الناس اللي رامي مشيو فيها ما تنجي مش تحاول التراجع سي تولي تبهدي لقد ما كريديبيليتي تحمط را ولوهما ما عندهمش كريديبيليتي إحنا قاع نعرفو بلي الكاف خلاص ترميني هادي واحدة دوكا وش تحير هنا شوف الفيفا سي الانستانس مونديال لفوتبول تمنع قاع هاد شي والكاف ما تمنعش صف يدير هنا يا كالكشونس كين وكالكشونس كين فابا هنا في الأخور هنا تعرف بلي الافريك دو جور فيها هاد الحواجد ومتا تعلعوا بات فهمني ولهذا أنا ما نتمنى إن شاء الله يا عربك كين ما راكو تقول التص تنصف الجزاء ممكن يسيبوا حل وكذا إن شاء الله باش ليسوا ما تعود ترجعوا لا بصح أن أولله ما أنا من أنا ما أنا ما أنا الفيفا قطلك ما أنا من أجدوك الفيفا بين بور الموند وصر بين الروس ودوتر بي دوتر ي بارتيسي بي اللي جوز الأولمبيك في فرنسا والروس ما تشاركش تعتقد بأنه كان خير أصوب لإتحاد العاصمة أنه يسافر غدا إلى المغرب من أجل الوصول على الأقل وإتبات الدات بأننا حاضرين في الملعب لا هي ستنبون شوز لوسما يروحو هم 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 يروحو هم بعد يروفوز وكذا ما قال احنا جينا احنا ما جينا احنا انسي انسي تصاب تنوي باش نكون وبرك فورفين نو انا دي ريز انفال ك احنا نمع القانون ومع الحق انتو ما اللي راكم غالطين احنا نجينا ورين لكم ما غريلا لها واجينا وخاسر الاموال وكذا بصح مازلنا في المان برينسيب انتو ما راجعوا روحكم لان اللي مضحك في العالم بعد كي بدوا يضحكوا عليهم بوكو بي اوروبيا يبدأ يقول لأفريق لأفريق بعد كاللي سارتا يغضون الحال اي يفوس مراكم نديرو كالناس برلموما مراكم شكالناس هذا هو المشكلة